في مطار جيزان الدولي يوجد 56 جريحا من جنود منطقة العسكرية الخامسة أما الوجهة فإلى السودان لتلقي العلاج هناك تقرر سفرهم بعد زيارة فريق طبي شكله مركز الملك سلمان للأغاثة لجرحى في المستشفيات السعودية وبعد دراسة للحالات المتطلبة السفر إلى الخارج هم ليسوا الوحيدين بل تم أيضا نقل 110 جرحى إلى محافظة مأرب وذلك تمهيدا لتسفيرهم إلى دولة الهند لاستكمال علاجهم رغم هذه التحركات لإغاثة الجرحى من خلال السفر للخارج إلا أنه ما يزال هناك آلاف منهم بحاجة لمساعدات وإسعافات عاجلة فالنتيجة الطبيعية للحرب والقصف العشوائي على الأحياء السكنية في عدد من المحافظات والتي ما تزال تدور فيها المعارك والحرب يتزايد في أعداد الجرحى وبالتالي تكبر تلك المسؤوليات الملقات على كاهل الحكومة الشرعية لرعايتهم والاهتمام بهم وإن كان هناك الكثير منهم ما يزالون بعيدين عن تلقي المساعدات بل وحتى العلاجات الكافية لتخفيف آلامهم المتزايدة كل يوم يموت العشرات منهم ويبقى آخرون مأسورين في العجز بعد أن فقدوا جزءا حيويا منهم لتبقى ذكرى مؤلمة ترفض تركهم بما تبقى من فترات قادمة من حياتهم ترجمة نانسي قنقر